التصعيد مازال مستمرا وهذه الاقتحامات بدأت هذه الليلة من دورة جنوب مدينة الخليل حيث اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية دورة ولم ترد حتى هذه اللحظة تفاصيل إضافية عن هذا الاقتحام ولكن كما رأينا في الأيام الماضية اقتحمات لدورة والخليل والقرى التابعة لمحافظة الخليل تابعها اعتقالات في صفوف المواطنين حملة اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين من بينهم طلاب في الجامعة وأساتذة في الجامعات وصحفيون أيضا إذن هذه الاقتحامات الليلة تبدأ من دورة أيضا في سلفيت عدد من القرى التابعة لسلفيت تقتحمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات تعرف منها بدية بدية الآن في سلفيت تتعرض لاقتحام وكما تناقلت وسائل الإعلام المحلية قوات الاحتلال تداهم المنازل الفلسطينية وتفتش في كاميرات المراقبة التابعة لمنازل الفلسطينيين داخل بدية في سلفيت إذن اقتحامات في دورة واقتحامات في سلفيت قبل ذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحكمت الإغلاق على قرى غرب سلفيت من خلال إقامة السواتر الترابية ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من هذه القرى التي أحكمت الحصار عليها ووضعت السواتر الترابية على مداخلها إذن كما رأينا في سلفيت وفي دورة إغلاقات واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ذلك في الظاهرية في الخليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمداهمة عدد من منازل الفلسطينيين وبإيقاف الفلسطينيين داخل دورة في الخليل وبمصادرة كما قال الفلسطينيون بمصادرة ثلاث مركبات فلسطينية دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين أيضا في بيت أمر التي تقع شمال مدينة الخليل اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية القرية واعتلت أسطح المنازل ونادت بالمواطنين الفلسطينيين بأنهم إن قاموا بأي حراك فسيتم الهجوم عليهم سيتم محاسبتهم كما قالوا حتى هذه اللحظة عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية فاقى الـ 2850 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2400 أو عفوا 2800 إصابة في صفوف الفلسطينيين جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للغاز السام المسيلي الدموع بالإضافة إلى النيران الحية التي يستهدفون فيها الفلسطينيين في شتى أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين أيضا الآن ورد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحة أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحة أيضا أذكر فقط بعدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين حتى هذه اللحظة يفوق 215 شهيدا سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى كل ذلك الاعتداءات من قبل المستوطنين ما زالت متواصلة خاصة في الجنوب في مدينة أو في بلدة يطة مسافر يطة وقرية تتوينة والتجمعات السكانية في تلك المنطقة اعتداءات المستوطنين ما زالت متواصلة مستوطنون بإضافة إلى قوات من الاحتلال الإسرائيلي هاجمت عدد من المنازل الفلسطينية في مسافر يطة اقتحمت المنازل سرقت كما يقول الفلسطينيون أموال ومصاغ ذهبي من منازلهم بالإضافة إلى معدات زراعية تم سرقتها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين يقول الفلسطينيون أن كل ما يجري من قبل المستوطنين في هذه الأيام وفي هذه الفترة خصوصا أن اعتداءاتهم زادت منذ السابع من أكتوبر الماضي هي حملة ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل والهجرة من منازلهم من تجمعاتهم السكانية خاصة في غرب رمالة في نابلس وقرى نابلس وأيضا في يطة ومسافر يطة وليتويني والتجمعات السكانية في تلك المنطقة الاعتداءات من قبل المستوطنين زادت بالشكل كبير بعد السابع من أكتوبر الماضي